اشتركا فمن الرحيم رقم خمسة موجود في النحو فلاقي我知道 الأسمان الخمسة للأفعال الخمسة هي حكايتهم 거endi الفرق بينهم تعلم في انتعرف عليها من خلال شكل بالاشتا عليا شكل بال joka عبارة عن دائرتين متداخلتين ودخلتان كان هذا التداخل دائرة ثالثة دائرة ثالثة للمشترك بينهما وبعد كده كل واحدة له دائرة خاصة بها تعالى كده نعمل المقارنة من خلاقي شكل بالاقيم بين الأسمان الخمسة والأفعال الخمسة نبدأ بالدائرة التي في الوسط المشترك بينهما فنجد أن الأسماء الخمسة والأفعال الخمسة تشتركان في النوة من حيث النوة كلهما كلمة من حيث العدد العدد خمسة نبدأ بالدائرة الأولى الأسماء الخمسة بما تنفرد بها عن الأفعال الخمسة نجد أن الأسماء الخمسة هي أبو أخو حامو فو زو تعرب بالحروف فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجرب الياء شروط إعرابية هذا الإعراب أن تكون مفردة مكبرة مضافة لغير ياء المتكلم أمثلة حضر أبوكا صاحب ذا أدب سلمت على أخيك الإعراب المثال الأول حضر أبوكا حضر فعل الماض مبنى على الفتحة عن امتصاليه بشيء أبوكا اسم الأسماء الخامسة مرفوع باللواء والكيف ضمير متصل مبنى في محل الجر مضاف إليه صاحب ذا أدب صاحب فعل أمر مبنى على السكون الفعل ضمير مستدى تقدروه أنت ذا مفعول به منصوب بالآف لأنه من الأسماء الخامسة أدب مضاف إليه مجروعة جره الكسرة سلمت على أخيكا سلم فعل ماض مبنى على السكون الصديق بتاء الفاعل والتاء ضمير متصل مبنى في محل رفع فاعل على حرف جر أخيكا اسم مجروب بعاله على من جره الياه لأنه من الأسماء الخامسة والكيف ضمير متصل مبنى في محل جر مضاف إليه ننتقل إلى الأفعال الخامسة الأفعال الخامسة هي كل فعل مضارع تصد به ألف الاثنين أو هو الجماعة أو يا المخاطبة تعرب بالعلامات الفرعية فترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحسفها سميت بالأفعال الخامسة لأنها تأتي على خمس الصيغ لأنها مع ألف الاثنين أو هو الجماعة تشير إلى الغائب والمخاطب إضافة إلى يا المخاطبة فيكون مجموعة خمسة أمثلة الطالبان يكتبان الدرسة الطالبان لم يكتب الدرسة التلميذان يذاكران أنتما لم تكتب الدرسة الأولاد يلعبون الأولاد لن يسافروا أنت تقرأين بصوت جميل الإعراب التلميذان يذاكران التلميذان مفتدأ مرفوع وعلى مطرفي الألف لأنه مسنى يذاكران فعل مضارع مرفوع وعلى مطرفي ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة وبذلك نكون قد انتهينا من عقد مقارنة بين الأسماء الخمسة والأفعال الخمسة ترجمة نانسي قنقر